انا ايضا شاهد عيان اخر من سكان هذه المنطقة احنا حابين نسمع اكثر كيف استطعتم انكم تخرجوا من هذا المكان في ظل ان احنا شايفين المكان جميع مدمر بفرطة هذا المكان كان ايمن مكان في بيت حنون كل بيت حنون تتواجد فيه عشرات العائلات تتواجد عنا من البورة من الفرطة من السكة تتواجد في الشارع البالي هذا شارع البالي ايمن شارع بقى في بيت حنون اللي عنده غرفة السير مش غرفة السير عمارة كانت تكون مأوى لبعض العائلات لانها امن مكان في غاية في الشمال هذا كلام صحيح ما شفنا اللي زلزال في منطقة البالي انا واحد من الناس لما اطلقت من شارع البالي ما صدقتش نفسي اني طالع شارع الشارع العام وصورت مستشبه بيت حنون الى الافز 16 بتضرب ورانا بالزبط يعني انا مش بصدق لحتى لان نفسي اني طيب انا وانا بقول لكل انسان الله خلقه فلسطيني عربي احنا لا طول فيه مرة ولادة في فلسطين مش خايفين من الطيران لانه هذا هجوم مصروع من نتنياهو لانه مش عارف ايش يساوي نتنياهو نتنياهو الاخ الشرس الذي يعمل في بلدة بيت حنون انه يهدم يهدم الدور فوق النساء فوق الاطفال حابين نسمع منك يعني الان انتو حتيقدروا تقيموا الركام المنازل هذا ولا مش حتيقدروا حتى الان مش قادرين نساوي اي اشي اعبال ما تيجي لا لأي ايش اي لا اي جهة مع يعني لساعد الناس الموجدين هنا لانه احنا ناس فقراء في الحارة هذه مش ناس يعني مستعدين لا اي شخص نحن مستقبله في بلدة بيت حنون تمام احنا حابين نسمع سؤال يعني جواب من سكان هذه المنطقة هل فعلا انتو مقادرين انكوا تعيدوا بناء هذه المنازل لان احنا منتحدث عن شريحة فقيرة يعني منهكة بفعل الاقتصاد كيف ستعيشون هنا والله ما احنا مش حنقدر ننقيم اي شي نحنا منستنى الجهة المعنية والناس اللي دعمونا غزة لان غزة محاصرة وغزة تعاني من اكتر من عدة ايام للحصار وعددة السنوات للحصار يعني احنا في هذا الحي حي مضمر عن بكرة ابي يعني شهر يعني بلدة بيت حنون تشهد في كل حرب وفي كل اشتياح لفئة المعركة يعني تخد معارك وتكون هناك بيوت مقصوفة نقول لهم والله هذه قراءة رغم القصف ورغم بيوتنا ورغم الدمار اننا نصامدون باذن الله تعالى ونوصل رسالة لنتنياه الحقير لنقول له هذه بيوتنا فدى رجال المقاومة واحنا مع المقاومة